البنك المركزي في العراق من جديد تحت مجهر الرقيب الأمريكي فبعد الإجراءات والعقوبات الصارمة التي فرضت على البنك المركزي العراقي ومصارف تتبع لإيران في العراق كان لابد من لقاء وجها لوجه بين واشنطن والحكومة في بغداد في زيارة غير مسبوقة قامت بها مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم في وزارة الخزانة الأمريكية إليزابيت روزنبيرغ لقاء رشح عنه رسائل كثيرة حيث أكدت وكالة رايتارز المعلومات الواردة في تقرير موقع قناة الرافدين بشأن تحذير روزنبيرغ لكل من رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد السوداني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق بشأن التحويلات المشبوهة من الأموال العراقية والتي تذهب إلى إيران وسوريا وحزب الله اللبناني ونسبت الوكالة إلى مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية تأكيده على أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة والناجم عن سوء استخدام الدولار في المصارف العراقية وأعمال الاحتيال وغسيل الأموال وتهريبها لإيران كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة وكان تقرير موقع قناة الرافدين قد أكد على أن مساعدة وزير الخزانة الأمريكي أسمعت رئيس حكومة الإطار التنسيقي كلاما غير سار عن ضعف حكومته في السيطرة على الأموال التي وصفتها بالقذرة مشددة على أن حكومة بغداد لم تؤدي عملها حيال وقف هذه العمليات المشبوهة وصولا لاتهام غير مباشر للسوداني بالتواطئ مع تلك العمليات على الجانب الموازي نقلت وكالة رويترز عن المسؤولي الأمريكي قوله إنه لا تزال هناك مصارف عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها مع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة حيث يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائداته النفطية وأمواله هناك للعقوبات الأمريكية حسن النوايا يبدو أنه لم يعد ينفع مع واشنطن في سياستها مع حكومة الإطار التنسيقي والتي لا تزال تتعامل باستخفاف مع قرارات وعقوبات وزارة الخزارة والبنك المركزي الأمريكي لصالح إيران متناسية العواقب الكبيرة التي يمكن أن تتعرض لها البلاد والتي تعاني أساسا من أزمات اقتصادية ومعيشية بسبب إصرار الأحزاب على تغليب مصارح نظام طهران على مصارح العراق ترجمة نانسي قنقر